سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من السادس إلى العاشر نوفمبر 2022 إذن حسب بيان لوزارة العدل متابعات قضائية ضد 57 شخصا ارتكاب مفعال المضاربة غير المشروعة واتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم لمدة تتراوح بين 17 و12 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية من 500 ألف إلى مليوني دينار في عدة محاكم بالمجلس القضائية الآتية وهي بسكرة تمرى استشلف أم البواقي الجلفة لغوات سكيكدة هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم المسا بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة ترجمة نانسي قنقر